بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصوهي في العاصمة المؤقتة عدن مع مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الواتشا في بلادنا ماركو سوريني تعزيز التنسيق المشترك لدعم اليمن بالمساعدات الإنسانية والمشاريع التنموية وتطرق اللقاء الذي ضم وكيل وزارة التخطيط لقطاع المشاريع المهندسة وزير الشرماني ووكيل وزارة المساعد لقطاع التعاون الدولي منصور زيد ورئي السكرتارية الفنية للأمن الغذائي الدكتور خضر عطروش ونائب مدير مكتب الواتشا في اليمن سعيد حرسي إلى الوضاع الإنساني الراهنة وكيفية إيجاد البدائل لتمويل المشاريع في ظل نقص التمويلات للجهات المانحة وعالية تصحيح بيانات النازحين لاستقدامها في التصنيف المرحلي للأمن الغذائي وتعزيز قدرات الوزارات لرفع الأداء والكفاءة في مجال تقييم متابعة المشاريع وأكد نائب وزير التخطيط على أهمية التعاون المشترك لتوفير المزيد من التمويلات من الجهات المانحة الفاعلة من أجل تقديم المساعدات وتنفيذ المشاريع الإنسانية والتلموية وكذا تعزيز العمل المشترك بين الجانبين لدعم جهود الحكومة في مواصلة مواجهة التحديات الماثلة أمامها وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد من جانبه أكد مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأوتشا في بلادنا لحرص على مواصلة العمل المشترك مع الحكومة والاهتمام بدعم القدرات الوطنية الذي تندرق ضمن أولويات الأوتشا مع المانحين وإيجاد حلول لنقص التمويلات وتغطية الاستجابة للحالات الإنسانية في اليمن